بالتالي أحزن البريمير ريج أو الدوري الإنجليزي احنا بنتكلم على إصابة أفضل اللعبين في الدوري الإنجليزي بنتكلم على صلاح في البداية لعب منتخبنا الوطني ولعب ليفربول ثم دلوقتي أو منذ قليل أعلن اتحاد المصري لكرة القدم إصابة أيضا محمد النني بفيروس كورونا أو العينة الخاصة بالتست الخاص بكورونا تلع إيجابي وبالتالي يعني شيء محزن بالنسبة لمنتخبنا الوطني أكيد هيربك الحسابات لكابتن حسين البدري في اختياراته في التشكيل الأساسي اللي إن شاء الله في مباراة توجه غدا وبالتالي ألف سلام على النني ألف سلام على صلاح ولكن هنا فيه علامة تسفهم شمعنا اتنين من الدوري الإنجليزي هم اللي يجالهم فيروس كورونا كنا بنتكلم على صلاح أنه يمكن ما بعد رجوعه إلى القاهرة كان فيه مثلا حفلة في اللي فرح أخوه جاء بعض التحركات لصلاح لكن النني إلى حد ما كان متواجد في المعسكر على طول ولكن الاتنين أصيبوا بهذا الفيروس ممكن على أيام متبعدة النقطة ممكن كان معي دكتور طارق السنمان مبارح دكتور منتخبنا السابق يتكلم على أنه ممكن في احتمال كبير جدا يكون الصلاح قد أصيب بفيروس كورونا من إنجلترا وأيضا في الوضع الحالي بالنسبة للنني أنه كان متواجد الفترة اللي فاتت سواء بقى في المباراة الأولى كان العينة بالنسبة له سلبية ودلوقتي بقت إيجابية وبالتالي هو كان متواجد داخل المعسكر إيه اللي حصل الأمور مشت إزاي لكن هو أصيب بهذا الفيروس أو العينة الخاصة بإنني لوحده جات إيجابية والتالي أصيب وتم عزل إنني عن باقي الذملاء في المنتخب وإن كان في تصريحة كاتل محمد فضل إن النني كان بيتمرن بشكل طبيعي مفيش أعراض زي وزي محمد صلاح كان بيتمرن بشكل طبيعي مفيش أعراض وفي الآخر منتخبنا هيلعب بكرة من غير النني هنا في نقطة بقى هتكلمكم في حتة بس بسيطة جدا بعيد عن إنني أصيب بهذا الفيروس إن كابتن منتخب هو مفروض يعني عبدالله السعيد وإن كان عبدالله السعيد لو ابتدى بيه كابتن حسين بدري أو مرتداش لو مرتداش بيه مين هيكون الكابتن بكرة أحمد حجازي هو الأقرب لإن مفروض ما بعد عبدالله السعيد كان عمر السلية وعمر السلية مش موجود نتيجة الإنذارين وبالتالي كان مفروض إنني أو أحمد حجازي أحمد حجازي هو الأقرب لشرط الكابتن في حالة عدم وجود عبدالله السعيد منذ بداية اللقاء أو تم تغييره في الملعب ده بس جزئية بسيطة بس حب أفهم الناس فيه بكرة لو حصل بعض التغييرات في الملعب وخروج عبدالله السعيد مين هيكون كابتن الفريق ألف سلام عنني سلبية باقي اللعبين ده موجودة خلاص يبقى المنتخب بكرة هيكون فيه واحد بس أو فرض واحد هيكون مش موجود هو محمد النني كابتن حسين بقى هيفكر في مين هيكون بجانب طارق حامد اللي هيكون بشكل أساسي متواجد فيه اللقاء فيه فكرة وجود حمد فتحي فكرة وجود أحمد سيد زيزو بجانب طارق حامد هنشوف كابتن حسين بدري هيختار مين من اللعبين اللي يبقى متواجد في ظل الظروف الحالية لها هذه المباراة واختياره لشكل المباراة أو استراتيجيته للمباراة هتكون عاملة إزاي لكن حمد فتحي هو الأقرب لوجوده بجانب طارق حامد في هذا اللقاء كل التوفيق طبعا لمنتخبنا اللي يعني أكيد يهمه حصد الثلاث نقاط أيضا في هذا اللقاء ويقترب بشكل كبير من الوصول لكأس الأمم الأفريقية بيئة الكاميرون لأنه زي ما تشايفين فيه منتخبين حتى الآن تأهلوا رسميا منتخب السنجال بفوز مباراة 1-0 ومنتخب الجزائر بتعادلوا النهاردة أيضا 2-2 وبالتالي منتخب الجزائر ومنتخب السنجال هم المنتخبين الوحدين اللي حتى الآن تأهلوا رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون خلنا نروح لواحد من